في جنوب أفريقيا تستخدم الأجزاء الصغيرة لنبتة العفينة كخضروات مطبوخة وفي غرب أفريقيا تستخدم أحيانا في الصلسات وفي المغرب تأكل البذور في بعض الأحيان وكذلك له فوائد علاجية كثيرة منها فهو مضاد فطري، مضاد اتهاب، مضاد حيوي، مبيد للجراثيم، مضاد للسراطان، مضاد للفيروسات وأدعوك لمشاهدة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر حياكم الله متتبعي قناتنا على الزهر والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة اضغطوا على أعجبني كالتشجيع لنا لنشر المزيد وحرقوا الجرس ليصلكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمره وسنبدأ بفوائد العلاجية ثم لها الفوائد الغدائية ثم لها الفوائد الأخرى يعرف نبات العفينة بفوائده العلاجية الكثيرة فهو مضاد أكسيداق، مضاد فطري، مضاد اتهاب، مضاد حيوي، مبيد للجراثيم، مضاد للسراطان، مضاد للفيروسات خافض لسكر الدم، مسكين ألم، ويفيد في خفض الوزن، وفي غسيل الكولي، وإزالة السمياء كما يفيد في علاج المالاريا، والروماتيزم، ومكافحة الشيخوخاء، ومضاد للحساسياء ومفيد في علاج القلق والتشنج، وفي علاج السل وقبل أن نبدأ بالفوائد الغدائية، نريد أن ننوه إلى أسمائه العديدة منها سرمق جداري، ورم رام جداري، وعافينة، وريج، وويجينة، وأبو عافينة، ضربيح، رغيلة، خبيزي، خبيثة وهذه الأسماء بالعربية وأما الأسماء الإيطالية كادوني، كادوي، كاتوني وفي الحقيقة ففي وجود هذه النبتة في حديقة كاق فهي نعمة من الله منها عليك لا يعرفها الكثير من الناس تتمتع أوراق وبذور هذه العجبة بخصائص غدائية متازغ كان أجدادنا يعرفونها جيدة كانوا يصنعون منها أطباقا شهية طبيعية وخصوصا في أوقات المجاعة وبعض الأمم تارف فوائدها جيدا فهي تغرسها وتعتني بها لاستخدام البودور كبديل للكينوة ويمكنك استخدامها نيئة أو مطبوخة ويمكنك طهيها بالقليل من الماء لملئها بما يكفي لإنشاء تتبيلة رائعة لطبق الماكارونا الجيد كما يمكنك طهيها مع سبانخ فتطلع أكثر مغدية وغنية بالحديد كما أنها تحتوي على نسب جيدة من الفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين بي البودور كما ذكرت يمكن استخدامها كبادل للكينوة أو لتحضير دقيق مغدين جدا ودقيق ويتحدث الدكتور عثمان شيركيس من جامعة بيرزيت عن أنواع الصرمق ومنها نباتنا هذا فيقول وتأكل أوراقها نيئة مثل الصلطة أو تطبخ مع الفاصولية الخضراء أو سبانخ كوجبة طعام غنية بالمعادن والفيتامينات وتساعد على طرد الغازات من المعدق ولكن هذه الأنواع من النباتات غنية بمادة الصابونين وإذا تناولها الإنسان والحيوان بكميات كبيرة قد يصيبه تسموم وغتيان ودوخا وينصح طبخ الأوراق مع السبانخ أو الفاصولية الخضراء لأن عملية الطبخ تقلل من مقدار السمية فيها تأكل بذورها السوداء بعد نقعها بالماء لمدة يوم من أجل إزالة مادة صابونين وتخفيف السمية منها وأما الأجزاء المستخدمة منها فهي البودور والبرائم والسيقان والأوراق وأما البودور فيمكن تحنها إلى مسحوق وخلطها مع القمح أو الحبوب الأخرى واستخدامها في صنع الخفز وما إلى ذلك البدرة صغيرة الحجم ويجب نقعها في الماء طوال ليل وشطفها جيدا قبل استخدامها لإزالة أي صابونين وأما الآن سننتقل إلى وصف هذا النبات يسمى بنبتغ عافينة يلقح عن طريق الرياح ويتميز بقدرته على تحمل الجفاف وهو عشب شائع في الكثبات الرملية في الحقول وجوانب الطرق وتستخلص أسباغ ذهبية وخضراء مبهيجا من جميع أجزاء النبتغ ويجب الحرس على عدم الخلط بين هذه الأنواع وبين البادنجان الأسود القاتل الذي يبدو متشابها وعما موطنه الأصلي هو منطقة واسعة من إسبانيا وفرنسا إلى أوكرانيا وبيلاروسيا والشرق الأوسط والتوركمينستان إلى الهند والشمال أفريقيا والسودان وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية واليمن وقد تم إدخال هذا النوع إلى أمريكا الشمالية الوسطى والجنوبيا وجزء من أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندانافية وكذلك أستراليا في كثير من الأحيان أصبحت الأنواع المتخلق متجنسة ويتواجد في البيئات الريفية والأراضي البور والمحاصر ويكثر في المدن على الأرصفق عند حواف الجدران والأشجار وهذه النبتة غازية في بعض البلدان مثل العديد من النباتات الأخرى أو أكثر غزاوة من النباتات الأخرى إنها تنتج ما يصل إلى مليون بدرة لكل نبتة وهذه البدور تعمر حوالي من عشرين إلى تلاتين سنق وهذا يجب أن يجعل أي شخص يفهمه أن إزالتها من حديقته يكاد يكون مستحيلا والآن سندكر بعض مواصفات هذا النبات يصل ارتفاع السيقان المنتصب والمتفرعة من ستين إلى تمانين سنتيمتر وهو عشب حولي كثيف الأوراق ساقه قائمة مضلعة طوليا الأفرع جانبية قليلة الأوراق متبادلة بيضوية إلى مضلعة مسننة طولها ما بين واحد ونصف إلى تمانية سنتيمتر وعرضها ما بين خمسة إلى سبعة سنتيمتر النوراق عناقية طرفية أو أبوطية إلى خمسة سنتيمتر في طول الأزهار صغيرة جدا ذات غلاف زهري خماسي البتلات غائبة الثمرة بندقاق مجنحة البدور ولها زوائد ونفر أما المخاطر المعروفة عن هذه النبتة توجد مادات الصابونين في العديد مئة الأطعمة مثل بعض أنواع البقوليات تعتبر الصابونين أكثر سمية لبعض الكائنات مثل الأسماك وقد قامت قبائل الصيد تقليديا بوضع كميات كبيرة منها في الجداول والبحيرات وما إلى ذلك من أجل تخدير الأسماك أو قتلها تحتوي النباتات أيضا على بعض حمد الأكساليك والذي يمكن بكميات كبيرة أن يحبس بعض العناصر الغدائية في الطعام ومع ذلك حتى مع هذا الأخذ في الاعتبار فهي خضروات مغدية للغاية بكميات مقولة سيؤدي طهي النباتات إلى تقليل محتوها من حمد الأكساليك يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل إلى الروماتيزم والتهاب المفالس والنقرس وحصوات الكلي أو فرط الحمودات وخي الحضر بشكل خاص إذا تم تضمين هذا النبات في نظامهم الغدائي لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم وقبل الختام أريد أن أسألكم هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم وأكتفي به هذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله